سنكمل حديثنا على الـ Genome Data Viewer والأداة الأهم في الـ Browsing of Genomes واللي هي Sequence Viewer زي ما تشوفوا وصلنا للمرحلة هذي وقلنا أنه عندنا فوق عرض للكروموزوم وبعدين بعض التفاصيل وبعدين بدأنا في الأدوات أو العرض الرئيسي للـ Sequence Viewer سوف نرى الـ Sequence Viewer بروحة إنه كان يدرنا فول فيو سيطلعنا من الـ GDV أو Genome Data Viewer ويرفعنا لـ Full View of Sequence Viewer الـ Sequence Viewer هو أداة موجودة في معظم القواعد البيانات الموجودة في الـ NCBI تمام وهو فكرة أنه بيعرض لك اللي موجود أمامك في في الجنوم أو في Sequence محددة وكل التفاصيل اللي تخص Sequence هذي تكلمنا على الأدوات البسيطة هنه ابتداء من هذي هذي انت وين بالضبط هنه الأكسيشن نمبر الحاجة اللي انت موجود فيها حاليا اللي هو انت موجود في الكروموزوم رقم 16 هذا كله اللي قدامك هو عبارة عن كروموزوم رقم 16 يختلف هنا طبعا لأنك طلعت من جينوم Data Viewer اللي يعرض لك الكروموزوم بالطريقة هذي وخشيت في حاجة ثانية لكن نفس الفكرة بالناحية الإطار هذا تمام تستخدمها للبحث على Sequence معينة او تستخدمها للبحث على تفاصيل في الانوتايشنز مثلا الأسماء هذي لو انت تدور على شيء معين تدور عليها في العرض اللي قدامك ماشي فمثلا لو كان قلنا أن نغير طريقة العرض نعرض لمنطقة هذي كلها حاليا منطقة هذي كلها قدامنا ماشي ونبدأ ندور على FTO جين على سبيل لأن FTO كبير طبعا يعتبر 400 ألف فواضح لكن مثلا هما نفترض أن هذي جينز أخرى فبدل ما نقعد نشوف مجرد نكتبه هنا مثلا نرجع نكتبه في FTO ثاني لأننا عرفنا أنها موجودة ومعروفة هنا حيطلع لك على طول النتائج وطلع لك وين النتيجة متاعك هي من أمن نكليطايد لأمن نكليطايد دبل كليك حيكبر لك في العرض تدير كلوس طبعا للبحث حيكبر لك العرض متاعك على اللي انت دورتها بالتحديد تمام إذا الفكرة زي ما قلنا أن عندك مساحة معينة في الجنوم أو في سيكونس محدد فكرة العرض اللي قدامك يعرض لك التفاصيل اللي موجودة في المساحة هذه شنفاها من جينز شنفاها من بروتينز من أي معلومة ممكن تستفيد منها منين نباهي المعلومات هذه ومنين قواعد البيانات هي منين نلقاها نلقاها من تراكس وهذه أهم خطوة تقدر تديرها أنت هنا على سبيل المثال نبين نعرف هنا الفريياشنز أو السنبس اللي موجودة في الفتي او نبين نخدم علي واحدة منهم مثلا فنمشي لتراكس نمشي تراكس ونمشي مداما نقلت سنبس إذا نمشي لمجموعة اللي تتكلم عن الحاجة هذه الفريياشنز تمام فقدامي مجموعة الآن من الديتابيزس أو تراكس أو الديتا سيتس تمام كلها معلومات تتعلق بالفريياشنز من أهم قواعد البيانات هذه اللي هي الديتابيس نب الديتابيس نب اللي هي بلد الأخير 154 هدايا اللي هو النسخة الأخيرة معناها مجرد أن نشوف المعلومات اللي موجودة هنا ونستفيد من بعض المعلومات هذه اللي موجودة في الديتابيس سنب هي أي نقطة أو أي ريكورد أو أي فريياشن كان موجود عليه بوبليكيشن في البوبميد صايتد يعني شيء مقتبس موجود مدكور في البوبليكيشن اللايف رف سنب معناها كل الريكورد أو قواعد كل السنب اللي موجودة في قاعدة بيانات داتابيس سنب هدا مشروع 1000 جينومس مشروع معروف تجد تقرأ عليه في الكيبيديا حتى هو نطلع نستفيد منهم ماشي الكلينيكل الكلينيكل سنب أو الكلينيكل بارت متع الديتابيس سنب هو أي ريكورد مرتبط بحالة مرضية أو حالة كلينيكية ماشي؟ فنقدر نشوفه حتى هو فيه طبعا الكمين موجودة فيه مجموعة كبيرة من الناس فيه مجموعة كبيرة من المعلومات الفكرة انك انت عارف انه معلوماتها هي وين ممكن تلقاها وتقدر تقرأ على كل الحاجة من الحاجات الموجودة هنا تكتب اسمها وتقرأ عليها بروحها بحيط انك تعرف كيف ممكن تستفيد منها ماشي؟ والأي طالب بفروض موليكل البيولوجي فيه هلبة اشياء واضحة مثلا مستنس يعني مستنس يعني نوعية مستنس تمام؟ الرئيشنز الرئيشنز يعني كلها هذي مفروض طالب الموليكل البيولوجي يكون على علم بها ويقدر يستفيد يعني لو كان مثلا يجرب بعض الداتابيس هذي يفتحها ويشوف شين هي المعلومات اللي ممكن تطلع فاحنا بنرجو مرة تانية الفكرة عندي قدامي عرض لجين ماشي ونبي معلومات عليه فقلنا نشوفه الفرييشنز اللي عليه في قسم الفرييشنز عنده مجموعة كبيرة من الداتابيس مجموعة كبيرة من المعلومات نختار المعلومات اللي نتناسبني فقط وندير مرة تانية فبدل ما عندي معلومة الجين فقط اللي هي جايبها من من ال انسي بي آي هومو سابيانس انوتيشن ريليز كده تمام ولت عندي قواعد بيانات تانية اللي هي ثلاثة قواعد بيانات شديدة ان اضفتها قاعدت بيانات الاولى بمعنى الـ بمعنى الـ كبيرة داروا هم من من الجينومز وشافوا مجموعة من الاختلافات وحطاها في قاعدة الميانات الـ يعني اي سنيب هذه النقاط هي تعبر عن سنيبس موجودة في الـ ولها علاقة بـ او حالة كلينيكية او ترتبط بمرض معين تمام ف طبعا الديقات هذه صغيرة جدا لان المساحة اللي تشوف فيها انت الان امامك مساحة كبيرة بالضبط انت قداش قدامك نيكليطايد من الحد هذا الى الحد هدايا انت قدامك خمسمية تلاتة واربعين الف وتلتمية تنين وسبعين نيكليطايد تمام فهذا مجموعة كبيرة باش يقدر يبينلك فانت تقدر تجي عليه منطقة محددة في العرض هدايا وتشوف شين المعلومات اللي عليها طبعا البوكسس هما الصغار هما الإكزونس البوكسس هما هادو إكزونس تمام فتقدر تجي عليه منطقة معينة خلي نقوله نختاروا الإكزون صغير هدايا ونكبرها كيف نكبرها لو تشوفوا لما نجيه على المسطرة هنا يتغير شكل المؤشر الماوس ويبدأ عندي خط يمر خلال العرض كله الخط هدا بيوضح لي انت وين حاليا بيوضح لك انت وين حاليا فلو كان أنا نبي البوكس هدايا الصغير الخط هدايا اللي هو الإكزون هدا نجيه قبلها بشوية ونمر هكي عليه مرور بسيط ونبدأ بعدها بشوية وحاليا أنا ضللت مساحة معينة المساحة هادي اللي هي الإكزون هدا نمشي هنا نبين نشوفها المساحة هيا بالتحديد نبين نكبرها نمشي نرجع هنا الفوق في المساحة هي يطلع لي المعلومات هادي او النافذة هيا اول حاجة نقدر نشوف أنا قداش المساحة اللي ضللتها قداش نيكليتايد أنا اعطيني أربعالاف وشوية نيكليتايد حوالي خمسهلاف ماشي والرينج انت منين لمنين نعمل نيكليتايد لعمل نيكليتايد 5 مليون كده 5 مليون إلى 53 قزني مليون إلى كده تمام نقدر نستفيد من الأمر ندير باستخدام زوم آن رينج فندير زوم آن رينج باش نجي للمنطقة بالتحديد هنا طبعا بانلي هذا المربع عبارة عن إكزون ماشي وهذا الخط عبارة عن إنترون فهم محددين الإكزون بمربع والإنترون بخط أول حاجة اليوم هادم هادم كل المتكلمين عليهم في قواعد بيانات في بابليكيشنز المتكلمين عليهم في بابليكيشنز الوان تاوزن جينومز قاعدة صغيرة لأنه في مجموعة كبيرة جدا من المعلومات لازم تكبر العرض أكتر باش تشوفهم الكلينيكل دا تابيه سنب طبعا مدام الكلينيكل إذا يؤدي إلى حالة مرضية حاليا هادم لتشوف فيهم طبعا كلهم متمحورات حول إكزون وهذا طبيعي جدا ومفهوم جدا تمام فنقدر نزيد نكبر نحدد على الإكزون بالظبط ماشي حاليا قداش نشوف الكلينيكل دا تابيه ندير زوم عن رينج مرة تانية وطلع لي بالتفاصيل هنا كل السنبس اللي موجودات في المنطقة هذه من من الداتا بايزس تمام لو كان كبرنا أكتر حنشوفوا التفاصيل اللي موجودات في 1000 Genomes ماشي يعني تقدر تكبر باستخدام الأداء من هنا ماشي زوم إن أو دير دبل كليك دبل كليك عليه المنطقة هذه اللي انت تتباهها وتكبر وتطلع لك كل التفاصيل اللي موجودة تمام فهذا طبعا 1000 Genome متعلق بسنبس ممكن تكون مرضية ممكن تكونش مرضية لكن لكن هي فيه اختلاف موجود بين الناس وطبعا فيه هلبا معلومات يعني الاختلاف هذا قداش نسبته وغيره وغيره فهذه أهم طريقة نقدر نستفيد منها من sequence viewer إننا نختار مكان محدد gene محدد sequence محدد ونستفيد من tracks أو قواعد البيانات اللي نقدر نطلحها عليه الجين هذا أو على المنطقة اللي نفها وبعدين طبعا نقدر نستخدم عدة أدوات حنشوفوهم مع بعض إن شاء الله باش ننفذ التطبيقات الموليكولر بيولوجي اللي نيمكن نستخدمها في المعنى ترجمة نانسي قنقر